تعصف السلالة المتحورة من فيروس كورونا بالهند التي تشهد إحدى أكبر كوارث الوباء في العالم تتسبب السلالة الجديدة بوفاة مئات الألاف من الهنود يومياً وتنتشر معظم الحالات في العاصمة الهندية نيودالهي الجهة الصحية سجلت أكثر من 350 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك في رقم قياسي عالمياً رفع عدد الحالات إلى 17 مليون إصابة في البلاد منذ بداية الوباء وهو ما دفع الحكومة الهندية إلى تمديد إجراءات العزل في نيودالهي لمدة أسبوع إضافياً وتوظيف القطارات والقوات الجوية لنقل الإمدادات إلى المناطق النائية والمتضررة كما علقت العشرات من الدول رحلتها الجوية مع الهند من بينها الإمارات العربية المتحدة، السعودية، المملكة المتحدة، كندا والولايات المتحدة ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة التسجيل الرسمي لحالات الوفاء التي لها علاقة بكورونا حتى في الحالات الطبية التي تعاني من أمراض مزمنة أخرى حيث تواجه سلطاته في الهند تحدياً كبيراً في الرصد الدقيق لحالات كورونا ويعتقد خبراء الصحة أنها أكثر بكثير من الحالات المعلن عنها وتخفي بعض العائلات الهندية إصابة أفرادها بكورونا بسبب ما قيل أنه العار الذي يجلبه هذا المرض وذلك بحسب المعتقدات عند البعض ودعا خبراء الأوبئة إلى ضرورة فرض إجراءات أكثر صرامة على المناسبات الاجتماعية الهندية مثل حفلات الزفاف والجنازات خاصة وأنه من المعتقد أن السلالة الجديدة قد تكون أكثر مقاومة للقاح ترجمة نانسي قنقر